موسيقى السلام عليكم و اهلا و سهلا فيكم يا حلوين كيف حالكم ان شاء الله تكونوا بخير والصحة و عافية رب فيديو اليوم رح اصور فيه شرح مبسط عن كيفية السباحة او ميزة السباحة المضافة الجديدة في موسم الهاوية فاضافوا قدرة الغوص حتى نبحث عن الغاز و المفاجآت في اعماق جزر الشعب المرجانية الخاصة في موسم الهاوية فاول شي رح اعلمكم كيفية الحصول على ميزة الغوص فاول شي لازم نتوجه الى كهف الجزيرة الشعب المرجانية فهذا هو الكهف بعد ما ندخل الكهف رح نحصل في دائرة هنا و نتأمل داخل هذه الدائرة حتى ناخذ ميزة الغوص بمجرد فتح هذه الميزة رح نقدر نسبح في اي مكان في سكال تمام؟ نقدر نسبح و نغوص في اي مقام في له ماء و بحر تمام؟ وايضا بمجرد ما ناخذ هذه الميزة رح يظهر لنا على الجانب الايمن من الشاشة اللي هو ميزة او زر السباحة طيب؟ هذا الزر في وضعين اللي هو وضع الطفو و وضع الغوص تمام؟ ميزة الطفو هي اي هي؟ تحرك الجسم الى الاعلى يعني جسمنا او جسم الشخصية رح تيصعد الى اعلى بمجرد ما بنضغط على الطفو اللي هو الجانب الفوق رح يصعد جسم الشخصية او جسم اللاعب الى الاعلى تمام؟ بالنسبة الى الغوص هذا الوضع بيساعدنا اننا ننزل لعمق المياه و ننصعد الى السطح و نقدر نتحكم بصعودنا او نزولنا بضغطنا على الجزء الايمن من الشاشة تمام؟ فحتى اسهل عليكم خلونا نقسم الشاشة نصفين تمام؟ النصف اليسار هذا بيتحكم بشخصيتك انت تمام؟ الشخصية رح تدور في نفس المكان اللي هو للامام او للخلف او لليسار او لليمين حلو؟ بالنسبة الى النصف الايمن من الشاشة هذا بيتحكم لوجهتك سواء انت تبغى للجهة اليمين او للجهة اليسار للجهة الاعلى او للجهة الاسفل حلو؟ لما احنا بنقوص داخل الماء رح نستخدم ابهامين ابهام اليسار نتحكم فيه الشخصية تمام؟ وابهام اليمين نتحكم فيه وجهتنا احنا نبغى نروح اليمين او نبغى نروح للأعلى فلازم نركز على الجزء الايمن من الشاشة هو اللي رح يحدد وجهتنا انا حاليا قاعدة استخدم اصبعي تمام؟ لو ابهام اليسار جاسة امشي فيه للامام وابهام اليمين استخدم فيه احدد وجهتي اذا بغى اروح فوق او انزل اغسل الاسفل او اروح يمين او اروح يسار تمام؟ طيب لو تلاحظوا في الاعلى حتى اشرح لكم بطريقة سهلة في الاعلى بيوجد مقاس الاكسوجين تمام؟ اللي هو في الطرف الازرق دا اللي تحت في الاسفل هذا اسمه اكسوجين تمام؟ هذا الاكسوجين بيمر بتوقيتين وبعده هتخسر نجومك في التوقيت الاول اللي هو عبارة عن شريط ازرق الى ما ينتهي تمام؟ بعد ما ينتهي ذات الشريط الازرق راح يبدأ المؤقت الثاني يحديك امذار اللي هو المؤقت الثاني راح يقوم بشكل نجمة تمام؟ ويبدأ ينقص ينقص تالي على شكل نجمة وايضا تبدأ حواف الشاشة تصبح داكنة حتى تحذرك من حين الى اخر راح تبدأ تخسر نجمة تمام؟ اذا انت المؤقت اللي هو على شكل نجمة دا هتبدأ تخسر جناح او نجمة هذا الجناح او النجمة راح يكون في اعلاك فوق بالضبط فحتى ناخد هذه النجمة الضايحة نضغط على وضع الطفو ونصعد الى اعلاه حتى ناخد النجمة النجمة هذه الضايحة راح تكون في السطح الماء تطفو تمام؟ وحتى بعد فقدانك اللي هي النجمة او الجناح راح يبدأ المؤقت الثالث على شكل نجمة كذلك ورح يبدأ ينقص الى ما تفقد الضوء المجنح كذلك وتتكرر العملية نفسها مرة اخرى ومراره تكرارا هناك عدة طرق لاعادة شحن مقياس الاكسوجين اول شيء لو اصعد الى سطح الماء حتى يسهل عين الصعود الى سطح الماء نضغط على ايه على وضع الطفو تمام؟ اثنين اعد شحن جناحك من اي مخلوق ظوء اللي هو سواء نباتات الظوء او المخلوقات البحرية المضيئة تمام؟ ثلاثة اسبح الى المناطق اللي تتواجد فيها فقعات ايضا رابعا صديقك بيساعدك على شحن الاكسوجين اللي هو عبر ايه تزمير قوة القناعين الموفرة في هدية دليل الموسم هاد القناعين بتوفر شريط اضافي من الاكسوجين ويجعل فقدان الاكسوجين بطيء كذلك ويفضل اخذهم اللي هو سواء كانت القناع اللي بي قلادة او القناع بي شموع الترقل تحت الماء سهل تمام؟ بس يحتاج منها ان نتعلم مرارا وتكرانا حتى نتقن ذا الشيء وفقط عذا في دليوم لو واجهت الصعوبة حبروني واسمنعلكم يوم لطيف اشكوكم على خير مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة